طارق صالح يهدد بدخول صنعاء بالرضا أو بالصميل واستعادة الجمهورية من الحوثي تعهد السياسي ورئيس دائرة الإعلام والثقافة والإرشاد في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح محمد أنعم بتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من سيطرة جماعة الحوثي وجاء هذا التعهد في تغريدة نشرها أنعم على حسابه الرسمي في منصة X مؤكدا على حتمية استعادة صنعاء وإعادة إشراقة الصباح الجمهوري وجاء في تغريدة أنعم سندخل صنعاء حتما وسيشرق الصباح الجمهوري من جديد وأكد أنعم أن هذه الخطوة تأتي بإرادة الشعب وتأييد من الله مما يعكس الثقة الكبيرة في عدالة القضية وتابع أنعم قائلا إنها إرادة الشعب وهي من إرادة الله مشددا على أن جميع التحديات والصعوبات التي واجهها الشعب اليمني بما في ذلك الثبات في الجبهات ومعاناة النزوح وفراق الأهل والديار وطعنات الغدر لم تضعف من إرادة الشعب بل زادت من قناعتهم بعدالة قضيتهم وقداسة معركتهم ضد طغيان وإرهاب الحوثيين واختتم أنعم تغريدته برسالة قوية قائلا سندخل صنعاء بالرضى أو بالصميل مما يشير إلى إصرار المقاومة الوطنية على استعادة العاصمة بكل الوسائل الممكنة سواء بالتوافق أو بالقوة تأتي هذه التصريحات في وقت حرج حيث يشهد اليمن صراعا مستمرا بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي مما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها